بسم الله نستكمل مع بعض حل المتبينة من الدرجة التانية ونبتدي بالمثال X-1 لكل تربيع أكبر من 4 عايز أحل المتبينة دي يعني إيه عايز أحل المتبينة دي يعني عايز أعرف X بتسوي كام هنا حفيك X-1 لكل تربيع فده معروف أنه هو أربع الحد الأول يبقى X تربيع ناقص الأول في الثاني في الثاني يبقى 2 في X في 1 زائد الثاني تربيع اللي هو واحد أكبر من 4 زي ما قلنا أخلي كل الحدود في الطرف اللي يخلي X تربيع مجابع هيبقى X تربيع ناقص 2X زائد 1 وناقص 4 أكبر من الصفر ده يؤدي إلى أن X تربيع ناقص 2X ناقص 3 أكبر من كام من الصفر الطرف اليسار ده يتحلل يتحلل لكام لX في X وال3 عبرها عن 1 في 3 طالما الإشارة الحد المطلق دي إشارة سالبة يبقى سالبة يبقى فيه واحد مجاب وواحد سالب هحط هنا الموجب وهنا السالب ليه؟ عشان لما أجدر بالقريب في القريب والبعيد في البعيد يبقى الناتج سالب 2X ده أكبر من كام من الصفر يؤدي إلى إمتى القصد ده يساوي صفر لما الX تساوي سالب واحد طب إمتى القصد ده يساوي صفر لما الX تساوي كام؟ 3 يبقى أقوم أعمل على خط أعداد أحط هنا السالب 3 لأنه الأصغر السالب واحد لأنه الأصغر وبعد كده كام التلات أنه تتندل أسمون الخط الكام فترة لتلات من 3 إلى ما لا نهاية ومن سالب واحد إلى 3 ومن سالب ما لا نهاية إلى سالب واحد طيب عايز أعرف إشارة هذا المقدار أو هذا المقدار شكلها إيه في الفترات دي؟ فياجع الفترة مثلا من 3 إلى ما لا نهاية وأختار أي عدد من 3 إلى ما لا نهاية وأختار أي عدد وليكن ناخد الأربعة لما عاوض هنا هيبقى أربعة أربعة زائد واحد دي موجب ليه خمسة طيب هنا أربعة أربعة ناقص ثلاثة هتبقى موجب واحد موجب إذن موجب في موجب يديني موجب إذن لو أخدت أي عدد في الفترة من 3 إلى ما نهاية وأعوضت لازم ناديك هيكون موجب طيب الفترة من سالب واحد إلى 3 لو أخدت أي عدد أسهل لي أخذ الصفر أسهل لي أخذ الصفر لو عاوضت في القوص دوا اللي هو هيبقى صفر زائد واحد هتساوي واحد موجب طيب في القوص ده صفر ناقص ثلاثة هتساوي سالب ثلاث يبقى سالب فلما نضرب موجب في سالب يبقى النتج إيه؟ سالب يبقى ده معناه لو أخدت أي قيمة في الفترة من سالب واحد إلى ثلاثة هيخلي الطرف اليسار سالب طيب هنا في الفترة الثالثة دي اللي هي من سالب من النهاية سالب واحد لو أخدت أي عدد وليكن سالب اثنين وعاوضت في القوص الأول هيبقى سالب اثنين زائد واحد اللي هي بسالب واحد تبقى سالب طيب سالب اثنين سالب ثلاث هتساوي سالب خمس اللي هي إيه؟ سالب فلما نضرب السالب في السالب هتديني إيه؟ ممكن أنا عايز أحدث بقى أنهي فترة حل وأنهي مش حل أبص على الإشارة اللي هنا الإشارة هنا إيه؟ أكبر علامة التابع هنا إيه؟ أكبر أكبر من الصفر يعني أعايز موجب يبقى أنا عايز الفترة دي وعايز الفترة دي وقلنا طالما دي حل ودي حل يبقى الحل بتاعي ينتمي للفترة من سالب ملا نهاية لسالب واحد اتحاد الفترة من ثلاثة إلى ملا نهاية طب عايز أعرف سكات الفترة مغلقة لمفتوحة زي ما اتفقنا ملا نهاية تبقى مفتوحة سالب ملا نهاية تبقى مفتوحة طب السالب واحد والثلاثة أبص العلامة بتاعت علامة التابع بتاعتي فيها يساوي؟ لا يبقى مفتوحة يبقى الحل بتاعي إكس تنتمي للفترة من سالب ملا نهاية لسالب واحد اتحاد الفترة من ثلاثة إلى ملا نهاية ملا Seth ملا 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 الظتف کن نهاية تحاد vet أفرق